يواصل الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على أنحاء قطاع غزة لليوم التاني والتسعين بعد المائتين على التوالي بتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجمعية والمجازر بحق المدنيين والنازحين قوات الاحتلال نسفت مربعات سكنية ومبان في بلدة القرار الشرق خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي استهدف قراره وشنت طائرات الاحتلال غارات شمال مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع ومخيم البريج ومحيط النسيرات بوسط القطاع فضلا عن استهداف منازل في مناطق بالشمال القطاع من أبرزها جباليا ومدينة غزة هذا وأكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها خمسة وخمسون شهيدا ومائة وعشرة مصابين مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى تسعة وثلاثين ألف ومائة وخمسة واربعين شهيدا وتسعين ألف ومائة وسبعة وخمسين مصابا شكرا